تحليكم مشاهدين الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم عبر هذه المساحة في الشارع العام نبحث عن أفكار تدعم المستقبل أفكار من أجل السودان نحن كخبرات سابقة في مجال الموارد البشرية وهو جانب من الاقتصاد وجانب مهم جدا وحقيقة نحن شهود عيان زي ما نقول ويمكن نكون نحن جيل الثالث في الخدمة المدنية ورسنا خدمة مدنية جيدة جدا لكن سرعان المسائل يمكن عدم التخطيط السليم يمكن انحرفت إلى ما ليس نصب إليه لكن يجب علينا أن نعيد هذه المسائل إلى نصابة ويجب علينا أن ننظر إلى المستقبل حقيقة أنه الآن في حراك عم السودان من جانب الشباب ونحن نقول أنه يجب أنه نحن كرعيل ثالث أو ناس يعني متقدمين بالنسبة لهم في السن هذه الأجيال يجب أنه نحترمها ونقدرها ونقدر طموحها ونقدر كل الأمان لأنه هم يحملوا أشياء قد تكون تطلعاتهم تطلعات بتاعة مستقبل غيرها قد تكون تحتاج إلى بعض المقاومات وهذا السودان غني بكل موارده سواء كانت في باطنه أو موارده يعني زراعية يجب أننا نحن نتجه الاتياه الصحيح ونخطط التقطيط السليم للمرحلة المقبلة لكي نمشي لقدام ونقدر والسودان غني بموارده والسودان غني بكوادره والسودان غني بقياداته اللي يمكن يعني الآن يعني معروفين لدى كل الدول الموجودة سواء كانت الدول العربية والدول الأوروبية والدول الأفريقية أو شرق آسيا أو أمريكا حتى أمريكا الناس نحن عندنا علماء نحن عندنا ناس يعني نستطيع أنه هم يستطيعوا أنه يخلق من السودان ده مستقبل ظاهر جدا يجب أنه نبحث هذه الأوراق نشوف الناس دي الوين غوائمنا الموجودة ناس يحملوا موهلات يعني طيبة جدا موهلات يعني تحتربات دول الآخرى يعني الأخرى بالنسبة لنا نحن ما دارين نسجلهم اعتراف له يجب أننا نحن نسجلهم الاعتراف ده ونعرف أنه ناس نبين ونفتشهم ويكون في نكران بتاعزاد ونخد أنا والله سعيد جدا أنه أسمع وأقول أنه أخواننا حساء الآن في المائدة يتناقشوا حول الرؤية المستقبلية وحول المعارف وحول أنه السودان دي يدار بخبراته يدار بيسمنا أنا سعيد جدا أنه السودان يدار بخبراته وهو قني بخبراته ويجب أننا نحن زي ما قلت وكررتاني أن نفسح المجال للشباب نسمع ليهم ونقعد معهم ونعمل لهم صوالين على أساس أنه نشوف هذه الدول بتعمل كده يعني بيجمع الشباب حسن في مؤتمر بتاع عالم الناس بيجي بقعد ويناقشوا مشاكلهم نحن ليه ما نقعد نناقش مشاكل الشباب على المستوى سواء كان على الحلقات البسيطة أو سواء كان على المستوى الغومي يجب أنه نفسح المجال نحن الآن أنا بقول تاني شاكرين ويجب أنه يعني نحن نشوف الأطراف دي يا جماعة بينقصشنه ما قامت سايا المسائل سواء كانت على نحن في النيل الأزرق فيها أزيمات أزيمات ليه واضحة جدا لكن الناس لا يستمعوا لها يجب أنا الأوان أنه الناس يستمعوا رغم أننا نحن فقدنا ما فقدنا في المراحل السابعة وفي السنين السابعة وأخواننا على الطرف الآخر يجتهدون ويعملوا أنا والله يا جماعة سعيد جدا وسعيد جدا أنه النيل الأزرق هو ذاته غادر بأنه يقود السودان نقول ليه غادر بأنه يقود السودان بكوادره سواء كانت في الطرف فالله حساء الآن أخواننا إيجاد له من أنه النيل الأزرق ياخد حظه من تنمي ياخد حظه من كل المسائل جميل جدا أنه نقول هذا الكلام ونحن واسقين إذا يعني قعدنا في مأيدة واحدة وأفسح المجال وأتيحت الفرصة وتقدمت الخدمات أنه السودان ده يكون في مصافة الدول المتقدمة جدا وجمهورية الصين يعني ليه يوم الليلة هم بيشهدوا أن إحنا فتنا درسنا يمكن تجربة التحول الاقتصادي في جمهورية الصين حصل كيف لكن هم لغاية الآن عندهم مسأل بيضربوه بأنه بقولوا جمهورية الصين الآن ماوتي سيطونج لما انقفل الصين قال ما في زول عشر سنوات يطلع من الصين للإنتاج نحن يجب علينا أنه نحن ننتج ما نقول ما نكون قاعدين ساي ننتج على أساس أنه نحن ما نقدمه من ساعات عمل في دول خارجية نحن ما بنقدم هنا ربعه ربعه ما بنقدمه نحن ما نتمنين جدا أنه يا جماعة نعيز سياقة نفسنا نعيز سياقة أنفسنا من الداخل نعيز سياقة هذا الهم ده يبقى همنا الكبير همنا السودان همنا لملمط أطرافنا همنا أنه متحص حال همنا يبقى الشباب همنا يبقى الحرفيين الموجودين على أسقع البلاد همنا نحن في التعليم وين يعني نحن الآن دسرنا بعض المؤسسات التعليمية اللي هي كانت هي تخلق نوع من الكوادر المهنية في السودان الآن ما موجودة ترجمة نانسي قنقر